اصدر معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية حزمة توصيات فنية لمزارعي القمح خلال شهر فبراير تضمنت التوصيات الانتهاء من التزميت الازوتية قبل ترضي سنابل وكذلك اضافة الاسمدة الورقية اذا احتاج النبات اليها وعدم تعطيش النباتات خلال هذه الفترة نظرا للارتفاع الطفيف في درجة الحرارة مع التوصيات بعدم الرأي اثناء هبوب الرياح كما تضمنت التوصيات الفحص الدوري للامراض وسرعة الرش بالموبيدات المصابهة مع اجراء الفحص الحشري باستمرار والنقاوة اليدوية للحشائش المختلفة بعد عملية الرش